أول سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت المدام كانت فطرة رمضان الماضي 15 يوم ولم تقضيهم بحكم التعب حيث أنها تعاني من المشكلة في الأزن الوسطى والاتزان ودوخ هل ممكن أخرج فلوس لأنها مش هتقدر تصوم ويريت أعرف الإيمة وشكرا جزيلا أول حاجة بس خلينا نقول المسألة ببساطة خالص في الأول خالص أن في سؤال أساسي إن شاء الله سبحانه وتعالى هي تكون من أهل الصيام نحن لازم نعرف إذا كانت هي من أهل الصيام ولا لا هي مش هتقدر تصوم لغاية ما تخف ولا أن الدكتور قال لها ما تصوميش تاني عشان تدفع فدية الدكتور يكون قال لها ما تصوميش تاني خالص أما وإن كانت أن هي في مرحلة علاجية وهتقدر تصوم بعد كده يبقى عليها أن هي تقضي الأيام مش عليها أن هي تصوم أنا طبعا مقدر أن أنت خايف عليها من التعب وخاصة لما يكون في أمراض كده بيتبقى منفجأة للناس بيبقوا متاخدين شوية لكن لا إذا كانت الدكتور قال لها أن أنت بعد فترة من العلاج هتقدر تصومي يبقى خلاص يبقى هي تصوم لو كان الدكتور قال لها لا مش هتقدر تصومي خالص أه تطلع فدية عن كل يوم يبقى بمسألة واضحة هتقدر تصومي يبقى أن ننتظر لما نخفه ونصوم يعني هتقدر تصومي بعد العلاج يبقى خلاص أن ننتظر لما نخفه ونصوم لا إحنا مش هنقدر نصوم تاني خالص خالص في أمراض كده ما ينفعش تصومي خالص إيه اللي حاصل يبقى خلاص هنطلع عن كل يوم فدية العام الماضي كان الفدية عشر جنيه إحنا بنقدرها كمان في أول رمضان فإن شاء الله ده شيء مقدر تقريبي وإن شاء الله نذكر القيمة كاملة بعد حساب الفدية يبقى عندنا عن طلع فدية لما منكون مش هنصوم تاني مش هنطلع فدية ونصوم لو كان الصيام لسه في حقنا موجود بعد الشفاء السؤال الثاني بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو سمحت يا شيخ أنا بيتي دايما بلاقي فيه عقارب وتعبين والعقارب بتكون في التلاجة وتحت السرير وفي جميع أماكن البيت ومش عارفة أعمل إيه يا شيخ أول حاجة الأشياء الطبيعية بس أنا عايز أقول الكلام ده لأن كثير من الناس بيقولوا الكلام دوت وبيقولوا أن هم بيجدوا الحاجات دي لأن فيه أعمال سحر أو شيء من الجن ولا حاجة أنت عليكي أن أنت تتأكدي بشكل واضح أن بيتك ما فيهوش منافذ لدخول ده هتقولي طيب إزاي التعبان عيدخل للتلاجة لأن هو في الحقيقة ممكن يكون فيه شيء لعلاقة بمداخل البيت أو علاقة بده نعمله كده فتعملي إيه؟ أول حاجة ببساطة خالص ماذا؟ تنظف البيت وتتأكدي أن ما فيهش شيء بيدخل منه الحاجات دي هتقولين أنا عملت كده لا لو سمحت تأكدي من ده طيب والحاجات دي لابد أن احنا نشوفها بشكل مهم لابد أن احنا نتأكد من ده الأمر الثاني أن أنت تكسري من الزكر تكسري من ذكر الله سبحانه وتعالى وتخلي بالك من ذكر الله لأن ذكر الله ده هو اللي بيحصن وبيهدئ النفس حد بيقول طب لو كان ده حلم لأن بتقول أنا أنا بيتي دايما بلاقي فيه عقارب وتعبينه ده ممكن تكون بتشوفه في الحلم لو كانت بتشوفه في الحلم ده والحاجات دي بتظهر لها تدفل عن يسارها ثلاث مرات وتستعيز بالله من الشيطان الرجيم وما تلتفتش لده خالص ما تلتفتلوش خالص كأنه مش موجود معقولة؟ آه كأنه مش موجود وما تلتفتلوش خالص تدفل عن يسارها ثلاث مرات بدل هيوها ده بإزياء وبدايئة تدفل عن يسارها ثلاث مرات كده وكأنها تنفخ وبعد كده إيه اللي حاصل وتستعيز بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت لده